سلام المسيح مشاهدي القناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي إنكم تكونوا جميعا في نعمة وسلام ومحبة يسوع المسيح بصلي إن الرب يتلامس مع قلب كل واحد وواحدة منكم النهاردة بلمسة خاصة تنير قلبك وحياتك وفكرك لمعرفة المسيح النهاردة حلقتنا بعنوان كيف غيرك رمضان أو غيرك رمضان هو السؤال الحقيقة موجه لجميع إخواتنا المسلمين اللي بيسمعونا النهاردة ويعني للتفكير لإنك تضع ده بينك وبين نفسك وقدام ربنا لكن أنا برضو حب أسمع إزاي إنتوا شايفين إن حصل في تغيير في حياتكم في رمضان ولا لم يحدث تغيير وليه وهنرجع بعد شوية ونناقش الموضوع ده لكن أولا نتوقف مع خبر الأسبوع خبر الأسبوع النهاردة عن الحرب الدائرة الآن في السودان فجأة الأسبوع ده لقينا إنه في قطعين من الجيش والحكومة بيتخنقوا وحرب دائرة في الشوارع حرب شوارع نتيجة الحرب دي إنه في إلى الآن تقريبا أكتر من 400 أتيل بيقولوا 413 واحدة من الإحصائيات اللي بتقول أكتر من 400 أتيل بداية القتال من 3-4 أيام بس لحد النهاردة أكترهم في الخرطوم يعني الغالبية العظمة في الخرطوم لكن إحنا شايفين قدامنا دلوقتي إنه في حرب شوارع سوداني بيدرب سوداني مسلم بيدرب مسلم النهاردة بيسألوا وزير الصحة يعني الميتين معظمهم من الجيش قال لهم إحنا مش عارفين جيش ولا ناس عادية ولا مين ولا مين ما هم مش عارفين بيعالجوا اللي بيدخلوا لأنهم كلهم سودانيين ومحصورين في حرب مفاجأة يعني الخلاف في السياسة حاجة وإنك تاخد الخلاف ده وتحطه على الأرض كده وتعرض حياة الناس للخطر كتير من الناس لينا أهل يعني الأخوحيد من السودان ليه أهل هناك لينا إحنا كلنا هتلاقينا مرتبطين بحد في السودان مصر والسودان يعني الناس عايشين مع بعض يعني فمش هتلاقي بيت مش ملموس بنشوف الناس الشظايا والرصاص والانفجارات دخل جوه بيوتهم وفي ناس بتنوت جوه بيوتهم ناس قاعدين المفروض أنه هم في الوقت ده كمسلمين صايمين منتظرين أنهما يصلوا يفطروا يعملوا العادات اللي بيعملوها في رمضان ولكن نجد دائما أنه في رمضان في حرب افتكرت النهاردة لما الناس بتتكلم على حرب أكتوبر ويقولك أنه احنا يعني عملنا الحرب في رمضان علشان نباغت العدو في رمضان أو أنه العدو يباغتهم في رمضان يعني حسيت كده أنه جوه السودان فريقين اللي اتنين سودانيين واللي اتنين مسلمين واللي اتنين بيقتلوا بعض وفي رمضان المفروض أنه سلام المفروض أنه في عبادات تقدم لله لكن دائما الضحايا أطفال وستات وبشر ملهمش داعوا بحاجة خالص لكن بيتحطوا كده في النص يعني الرمضانات اللي فاتت كلها مثلا لو بصينا الآخر عشر سنين مثلا هتلاقي أنه دايما مثلا يحصل تفجيرات من داعش في سينا مثلا لزباط لجيش أو شرطة أو حاجة زي يعني دايما فيه استهداف للسلطة لكن البشر اللي بيدفع تمانها الناس اللي بتموت من غير أي سبب دول يعني قاعدين مسلم زي وزيك صايم بردو وفاكر أنه بيعبد ربنا زيك بردو وكل حاجة لكن نتيجة ثمار هذا الفكر وهذا الدين دايما يخلي فيه فرقة حتى بين الاتنين يعني أنتوا في السودان مش شيع وصنة لا ده صنة وصنة مسلم ومسلم والاتنين في النار على حسب الحديث مش كده جرحة من المدنيين ومن العسكريين ويعني شيء محزن ومؤلم جدا شايفين الصورة اللي جاية دي اللي باين في الصورة الخلفية دي فجأة الناس كانوا يعني يفضل لهم أسبوع على العيد بقى وعاديين في احتفالاتهم الرمضانية العادية أو مسيحيين مثلا ما لهمش أي علاقة بالكلام ده خالص عايشين حياة عادية هادئة والسودانيين ناس مسالمين فجأة بقى ده المشهد في السودان دائماً هتلاقي إنه المنبع مين بقى المعتدي هنا؟ المنبع الإسلاميين إنهم عايزين ياخدوا الحكومة من الحكومة الجديدة مش بالسياسة لا يطلع القائد بتاعهم يقولك الحرب كر وفر ومش عارف إيه وهو مش همه هو بيضرب في مين وناخد الحرب للشوارع على الأرض علشان نجبر الناس إنه هما يخضعوا دائماً دماء الأبرياء رخيصة عند الناس اللي بتدور على نصرة الإسلام وعودة الإرهاب مرة تانية بنصلي إنه الله يرفع يد الإرهاب عن السودان بنصلي من أجل السودان وشعبها وكنايسها يا رب صلوا معايا يا إخواتي الصلاة المؤمنين في الوقت ده مهمة من أجل الشعب ده ومن أجل إنه الله يوقف هذا الشر رب احنا بنصلي من أجل السودان وشعبها بنصلي يدك الشافية يدك القوية تمنع الشر بنصلي يا رب إنه أنت تمنع الشر عن إخواتنا وإنه لا يستطيع العدو إنه يجعل من الحرب دي حرب طويلة يكون ده حياها أبرياء كتاب بيقول كده الغش في قلب الذين يفكرون في الشر أما المشيرون بالسلام فلهم فرح رب إحنا بنطلب إنك إنت ترسل المشيرين بالسلام في وسط السودان اليوم وإنه أهلنا وكنايسنا وشعب السودان يعود إلى سلامك ومعرفتك بنصلي خلاصك فوق البلد دي بنصلي خلاصك لكل معتدي فاكر إنه بيعمل حاجة من أجل الله إنك أنت يا يسوع المسيح تظهر ليهم وتعرفهم شخصك وحقك في اسم يسوع خليني بقى أرجع لموضوع حلقة النهاردة السؤال إزاي رمضان غيرك السؤال بسيط إزاي صيام رمضان غيرك رمضان يعني من الشهور اللي فيها عادات وتقاليد من الثقافة الشعبية ومن أيضا الثقافة الإسلامية لها فروض معينة بتتعمل بطريقة معينة نوقف نشوف الشهر إمتى ونوقف الصيام إمتى ونبتدي الصيام إمتى وإيه اللي يقطع الصيام وإيه اللي يكسر الصيام وإيه اللي يقصر الصيام وإيه اللي يقطع صيامك وكل الكلام ده وعندنا يعني من الفتاوى ما ليس له حصر ولا عدد وهنتكلم عن بعضها النهاردة لكن من المفترض إن الشهر ده كمان بيتقال كده إنك إذا صمته يغفر لك زنبك ما بين بقى الرمضانين يعني يقولك لو صمت رمضان بالطريقة الصحيحة يتغفر لك ما بين عمالك بقى أو خطياتك ما بين رمضان السنة دي ورمضان السنة الجاي وتبتدي بقى العدد بقى يرجع يعيد من الأول في مبالغات كده كتير في الكلام عن إيه اللي ممكن تقراف رمضان وإيه اللي ممكن يغفر لك قد إيه وإزاي تزود حسناتك كأنك قاعد في مزاد عالني كده يمين يزود تذكرت يعني وأنا بفكر في الحلقة دي أنه أنا برضو مرة تانية بتكلم عن أهلي اللي أنا كنت منهم وأنا كنت بصوم زيك وبصلي زيك وكل حاجة فكنت بتكلم مع قريبة لي هي أيضا مؤمنة دلوقتي فبقول لها يعني أنا كنت بصوم وبصلي وعد أصوم الشهر كله وبعدين أصلي على سطر وأسيب سطر وكده علشان خطر يعني أتعلم وأتعود لكن حتى لو صومت الشهر كله وصليت كل الصلوات وخاصة في رمضان بقى عشان يعني الوحد يعني يعظم بقى العمل يعني رمضان يخلص كل حاجة تخلص وترجع بقى قريمة لعادتها القديمة لأنه مفيش حاجة تغيرت من جوه ودي مش قصتي الوحدي يعني لو بصيت وأنا محبيتش حط بعض الصور اللي كانت موجودة مثلا على أنه العيد جه فالناس بقى بتستعد هيعملوا إيه اللي حاطت لك صور المشاريب اللي عايز يشربها والأكل اللي عايز ياكلوا والفصح اللي عايز يعملها والحرية بقى ما وخلاص بقى السيام خلص فعندنا حرية في حاجات كتير تحتها خط مش نكت دي مش نكت دي حقيقة إزاي صيام هذا الشهر بكل تفاصيله وكل الهيسة والهيلمان اللي انتو بتعملوه على رمضان ده بيغيركم إزاي من الداخل التقوس اللي في الصيام الصيام والصلة وإتعام الفقير والحرفية فيما يفتر وما لا يفتر هل ده هو اللي بيغفر زنبك لو عملته يعني بالحرف كده هو ده اللي بيغفر زنبك ولا احنا اتعلمنا يعني في النهاية لما تعد تسمع كده تحس انك قعد تعمل تبادل حسنات مع سيئات أنا غلطت في كذا طول السنة هعمل حسنات قد كده وابدل ولا فيه تغيير حقيقي افتكرت برضو ان انا لما كنت يعني قصوم وصلي وحاول بقى كده جاهدة ان انا امشي على التقليد اللي بنعمله ونعمل حسنات وكل ده ينو في النهاية كنت برضو بشعر بالراحة بس احد تسأل نفسي انا كنت بشعر بالراحة دي ليه عارفين ليه لاني يعني تعبت نفسي واجهدت نفسي زي ما يكون واحد مثلا قعد اشتغل شغل جامد قوي قوي فكسب شوية فلوس ويبقى مفسود بنفسه وفرحان لكن الفلوس بتروح وتخلص بعد شوية ما فيش حاجة تمنعني من جوايا ان يكون جوايا شر او اعمل خطية تاني او ارجع تاني مقدرش اصلي لاني فيش ارتباط بيني وبين الصلة دي خالص يعني ملاش اهمة مثلا فدي يعني حتى لو انت شاعر انك مبسوط وفرحان انت بس خلصت اعمالت الواجب زي ما تكون رايح المدرسة كده وتعمل الواجب عملت الواجب تبقى رايح المدرسة فرحان او يصبح لحد ما يجي لك واجب تاني فتتكفي على وشك تاني تعمل الواجب او ما تعملوش بقى وتقول بقى عنه ما تعمل اسبوع ده انا خارجة فسح هو مثل بس لو طبقته على نفسك في الفكرة او في التطبيق الديني هتلاقي نفسك بتعمل كده ما فيش حد بيعرف يزبط الكلام قوي ويتكلم عن الحرفية في امور الدينية وتأديتها وكده إلا الشيوخ لكن الناس العادية انت بتعرفش بقى جوة يعني جوة حياة الشيخ ده ايه يعني واحد زي عبدالله رشدي قال الله وقال الرسول وماسك لكم مصطرة طول النهار لكن في الآخر بتلاقوه فين الناس ممكن تكون لها ترد بتلاقوه فين في حد عارف عنوان هو موجود فيه العنوان ده ما كان خطيته زي وزي كل إنسان زي وزي كل الشيوخ اللي موجودين أمامكم وهم ناس بيقدوا اللي هم شايفين ويعني لازم يتقدوا توصيل الرسالة زي ما هم بيقدوها لكن كل واحد منهم يصهرع مع نفسه ما عندوش حل مع نفسه ما عندوش حاجة تشبعه لكن فيه واحد بس اللي يقدر يشبعك يسوع المسيح مهما عملت صمت صليت زكيت وكل حاجة لكن دايما النهاية هتبقى صفر ومش هيفضل أي حاجة تعينك على مواجهة القادم أو الحياة مع الله لأن هذا المعنى غير موجود في الفكرة الإسلامية معاية الله هي أنك تعمل اللي هو طالبه منك في الثقافة الإسلامية وتعمله بالحرف إنه مش عارف إيه وديها تعملها إزاي وده يعني إزاي هتصلي واقف قاعد بكل التفاصيل لكن واقعيا هل فيه تفاصيل تساعدك على تغيير القلب على الرغبة الحقيقية في القرب مع الله معية الله هي إنك فعلا ماشي مع الله في المسيح هي إن الروح القدس الروح الله الساكن فينا اللي بيعن على إننا نتخطى الخطايا اللي بيغفر لك خطيتك وإنت واقف كده أمامه وتقول له رب أنا اغفر لي يقول لك خطاياك لعود أسكر أنا مش فاكر خلاص امشي لقدام اللي بيقودك اللي معاك معيته دي حاجة تانية خالص محضره حاجة تانية خالص ما بنعرفش ده أو التغيير ده الحقيقي إلا لو ارتقى الجسد لمستوى الروح وده مش ممكن يحصل إلا مع المسيح يعني تحس إنه دايما الصيام ده في الإسلام كأنه في مش عارف يعني ايه نيجوشياشن يعني في اه في مفاوضات بينك وبين الله شكرا في مفاوضة وبينك وبين الله أنا صومت النهار ده كويس أو يا هو أنا ما عملتش الحاجة الفلانية أنا عملت كل الصلوات في التوقيت أنا النهار ده بقى اديتك شوية ترويح كمان يعني صحيح بيقولوا النظام سيب ولا سيب فعلا ديني انت شوية وناخد شوية طب انت امسك من ناحية دي ونمسك من ناحية دي ولا سيب وانا سيب صح فالفكرة في الصيام انه عملك هو اللي شايلك التلاقي اللي بينك وبين الله في المسيح مش عملك خالص ولكن عمل الله من اجلك تلاقي يغيرك من الداخل فينتج بركات روحية سامية طاهرة تغيرك من جواك سلام الله اللي بيبقى جواك بيغيرك انت فعلا بيخلي بينك وبين القطية نفور مش تبقى قاعد مشتهيها ومستني بس رمضان يخلص دايما مظاهر الفرح في رمضان والاحتفالات الاجتماعية بتخلي المسلمين يبقوا متطلعين للشهر ده وانا اقدر افهم ده يعني احنا بردو كنا بيبقى عندنا العزايم والخروجات والاحتفالات والعاشة برا هنا وهنا وخيمة الصحور حاجة هيصة وبقى انت بقتي بقى في الاخر بستني العيد اللي بس الجديد بقى والعداية والزيارات العائلة والحلويات والكحك والبيتيفور مظاهر يعني مظاهر اجتماعية بتخليك قاعد مستني الشهر ده كمان الشهر ده بيبقى فيه رخصة للكل لانه يعود يتفرج على التليفزيون ويحشر نفسه اكل ما بين المغرب للصحور ويعني زيارات وكلام من ده الناس المؤمنين بقى المتعمقين قوي في الدين ما بيعملوش كده لكن النتيجة برضو صفر لانه انت قاعد بتعمل ايه انا هاختم الربع الاولاني مش عارف ايه في الوقت ده وهاختم الربع التاني كذا والجزء ده هقرأ امتى وانا هصلي التراويح ازاي هروح الجامع ووصلي هناك ولا لا كل الحاجات دي عدات شغال ايه اللي بيحصل بقى انه هتكلم على العامة بقى الاحتفلات الاجتماعية والخيرية كمان يعني مثلا شوفنا السنة دي بتاع العاشة الفطار اللي بيعملوه طول الشارع مثلا في المطارية واحياء تاني حاجات كويسة لطيفة حلوة خالص بس غيرتك انت ازاي من جوه بكرة هتعمل عاشة وتحط قدام الباب وتقوله تفضل ليقلج عنه لا لا الا ازا كان عليك دين عايزت يعني تدفعه هتأكل كام فقيرة عشان ما صمتش مش عارف ايه لكن من جواك غير ايه الستايل بتاع حياتك حيتغير ازاي بعد ما عملت كده لو تغيرت قوي 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 من جواك وحبيت انك تروح بقى التراويح وتقرأ قرآن وبس وتقفل التليفزيونات وتحجب مراتك وتنقب بنت الجيران والكلام ده كله عارفين بيحصل ايه على طول يروح طالع لنا قسامة بن لادن على طول تتحول بقى الارهابي او صورة من فيلم الارهاب والكباب كنت ببحث عن حاجة عن احداث في شهر رمضان الخلص ده الماضي 23 تعرفوا اكتر حاجة لما تبحث عن جوجل في رمضان 23 بيطلع ايه؟ مسلسلات جعفر العمد يعني مش عارف اقول لكم ايه؟ يعني البحث الاكتر عن المسلسلات ومديلك بقى الخلاصة بتاعت المسلسل ده لو فاتتك الحلقة الفلانية مش عارف مين عمل ايه مع جعفر العمد لو عارفين الناس بالاسامي ايه ده؟ يعني ايه الحاجة الروحية اللي بتغيرك من الفرج عن المسلسلات الا انك تعرف ان احنا في بلوة ليس بيننا وبين الله اتصال حقيقي على فكرة المسيحية مش ناكت دي يعني احنا برضو ممكن نتفرج على مسلسلات وندحك يعني انا اتفرجت على احمد ميكي اسمه ايه؟ نسيت المسلسل الكبير قوي لطيف حلو اتفرج لي على حلقة اتنين اضحك شوية لطيف احنا مش معقدين يعني بنتفرج على حاجات برضي لكن وقتي الحقيقي للبناء النفسي والانساني والروحي وبناء اللي حوالي وانتباهي لحياة ولادي واحفادي والناس اللي بنتألمزهم انتباهي للحياة والعلاقة مع الله مش المسلسلات لما حصوم ولما بصوم بصوم علشان اقترب من الله مش علشان انا ادفع يعني حاجة علي ما عنديش دين ادفعه يعني المسيح دفع كل حاجة خلاص مرة تانية رمضان غيرك ازاي ولا المسلسل اللي انت تفرجت عليه في رمضان غيرك ازاي يعني دي ولا دي فكرة الشياطين المربوطة بقى في رمضان اللي كل سنة بكلمكو عليها اللي لازم من اكتر الحاجات يعني اللي توريك انه يعني الخرافات الاسلامية لا حد لها لا حد لها يقولك ان الشياطين بتتسلسل وانهم اي يعني ممكن يعني يعملوا شوية مشاكل بس ما عندهمش سلطان ما هم ماش مطلقين لازم عشان رمضان كل الشياطين بيهدوا ده الجرائم اللي بتحصل في رمضان خاصة بالسبب رمضان يعني مش هي الجرائم العادية بتقولك انه ده كلام فاضي خالص ملوش اي علاقة لانه الشيطان هدفه هلاك الروح ودي اردو على فكرة كتاب بيعلمنا كده انه العالم ده للشرير ما فيش حاجة اسمها يشغلتين بسلسلة لا العالم ده للشرير وضع في الشرير كل اختياراتنا فيه لو انت مرتبط بالله هتبقى اختياراتك مقدسة بالله لكن لو انت فاتح قلبك للشيطان هتبقى اختياراتك كلها في ايدين الشيطان ظلمة او نور هو كده يعني ما فيش حاجة تالتة فاما جيت بس ابص على بعض الجرائم اللي حصلت يعني من اول اسبوع في رمضان جريمتين من اصعب وافضع الجرائم واحد فكهاني وقف في الشارع قتل مراته وضرب ضرب بالسكاكين مش بس كده عورها وقتلها وعور بنتها وعور ابوها جرح اللي اثنين جنبها والناس بقى محدش والجريمة بالفيديو حاجة بشعة جدا اكي وبعدين فده في نهار رمضان يعني اعتقد عمرق دي بتكلم عليها ده في نهار رمضان انتوا لسه بتقولوا يا هادي هادي الفكهاني بتاع القليباي اكي صاين برضو قتله هو صاين برضو اللي حصل ايه بقى اخوها عمل ايه راح واخد سكينة ومقطعوا برضو راح له المستشفى وقطعوا برضو بنفس الحكاية ما فيش حاجة منعته ما بنشوش بقى حد من المسيحيين بيعمل كده لو شخص مؤمن حد يتقتل في الكنيسة واحنا نقوم نلاقي كان المسيحيين مثلا نخدوا السكاكين وطلعوا يجروا وراه ما بتحصلش الخلفية غير الارضية غير المسألة بالنسبة لي مش مقارنة صدقوني مش بقارن انا عايزة بس اقوليك انه ارضية الايمان مختلفة غير خالص جريمة التانية يعني برضو مرتبطة ارتباط مباشر جدا برمضان بنت من الاليوبية اسمها فاطمة ممرضة 19 سنة عريسها 24 سنة اتجوزوا قبل رمضان بخمس شهور طول الخمس شهور يضرب ويبهدل فيها وحقه امتلاكها بقى بيمارس شغلته كزوج بيربيها مش بتربيه بتابوها زي ما تعلمنا اكي الراجل هو اللي بيربي مراته في البيت لو دربها ما يجراش حاجة مش كده راحوا يتعاشوا ولا يفتروا عند عند عيلتها لما رجعوا قال لها ابوك اداك يا ميش رمضان قالت له لأ ما ادانيش ام قتلها عشان ازاي وازاي العيلة ما تديهاش يا ميش رمضان فيضل يضرب فيها وانا ام قطحها بسكين ايه الشر ده رمضان اعلمك ايه رمضان هنا هو الصورة بس يعني البرواز اللي محطوط في الحلقة لكن الاسلام ادالك ايه غيرك ازاي انت وانتي تحت الاسلام شبه اي حد في الدنيا ممكن تعمل اي حاجة ويعني مفيش روادع لانك عايش لنفسك ولإله الشر لكن في المسيح انت بتختفي والمسيح بيظهر فبتظهر القداسة في حياتك خلينا نبتدي بعض يعني الملاحظات على رمضان وبعض النتائج اللي شفناها ومواقف معينة كده اولا عايزة ابتدي بالنهار ده كان او الايام العيد فصلاة العيد فاكرين السنة اللي فاتت اللي حصل في صلاة العيد لما الستات والرجالة والعيال خرجوا كلهم صلوا في الجوامع وفي الشوارع وفي الشوارع الستات جنب الرجالة وقامل اظهر ما قعدش زيد حرام لا يصل حيجوز مش عارف ايه السنة دي بعد ما رؤية الهلال اللي لسه مش متفقين عليها يعني في ناس بكرة العيد بتاعها سو انا كنت هتكلم الحتة دي بعدين مش مهم يعني لقوا الناس لما عرفوا بقى في مصر ان العيد هيبقى الجمعة حسب قرار الاظهر اصلا لازم تشوفوا بالعين يعني كمان دي حاجة عجيبة الشأن مش تستخدم الاساليب الحديثة والمعاصرة لا هو بالعين لازم بالعين فالاظهر رح مطلع بيان يقول انه يحذر من الصلة المختلطة في الشوارع بين الستات والرجالة خلينا نشوف كده الصلاة العيد اللي حصلت النهاردة شكلها ايه والمسلمين التزموا ولا ما التزموش نشوف تلتة اربع المصلين ستات الناس كتبة تحت الفيديو ده اولا ده جامع مصطفى محمود الجامع اللي في المنطقة بتاعت ستات على رجالة على عيالة على مش عارف ايه ومش اي حد بقى كمان هتشوفوا دلوقتي في محجبات منقبات لابسين ازدالات ها ها بيسألوني هل ده يفسد صلاة الست لو واحد شافها ولا صلاة الراجل لو واحد بيبص عليها اه طب وطي راسك يا والا واحد وطي راسك يا والا اهو you know انا مش معترضة انا ماهمنيش لكن بس ايه واحد واحد حاجة مهمة الازهر ما بيرعبش الناس دلوقتي اهو هم اخدوا بعضكم بالاحضان والبوس وكل حاج ولا هيهمه الناس بتكتب بقى تعليقات تحت الفيديو ده انت هو فين الرجالة فين لانه ستات ماليين الشوارع الناس بتتحدى الازهر وتحذيراته ايه اللي هتعملوه بقى وازاي هتواجهوا التغيير اللي حاصل جوه الناس اللي هم شايفين انه ايه يعني ما روح اصلي مع عائلتي في الشارع ما لها الصلاة يعني في الشارع هتواجهوا هتواجهوا ده ازاي بالمقييس الدينية المتحجرة حد يقول لي انه الستات المحجبات والمنقبات والناس دي كلها مفيش يعني مش اهليهم معهم لا معهم معاهم اهليهم معاهم برضو حتى الرجالة اللي انتو شايفينهم بدقون موافقين لانه الراجل ابو دقن ده لو هو مش عايز يصلي في وسط الستات مش هيصد هيمشي هيروح حتة تانية الناس بقت شايفة ان كلامكم مش معقول ومش مقبول وبعد كده حيفهموا ان الدين ده وتعليمه كلها مش معقولة ومش مقبولة لانها كلها منقدة للانسانية هل دي صلة وهل الصلة اللي هي المفروض صلة بالله يربطها شكليات وتقنيات يعني مثلا واحدة من الفتاوي اللي الناس الاسئلة الناس اللي بيسألوها لركن الفتلة الفتوة سوري بيقولوله أصلي بالشراب الستة تصلي بالشراب ولا من غير الشراب سامحوني تفرق في ايه الستة تصلي بالشراب ولا من غير الشراب فيقول لهم هي الصلة مقبولة يعني يعني تجوز من غير الشراب بس برضو أصلح وأفضل أنك تصلي بالشراب علشان برضو تبقي مغطية كل المذاب المختلف هتغيرك تفتكرت أحط لكم سورة الصلة الجماعية اللي حصلت في يوم 11 11 والناس الستات والبنات والشباب والرجالة والعواجيز والصويرين اللي كانوا وقفين في محضر الرب يسوع بيصلوا من أجل البلد بيصلوا من أجل حياتهم بيصلوا من أجل المحتاجين معرفة المسيح الصلة في المسيح صلة بالله وبالجسد كله ليه ننحرم من الوحدة بإخواتنا أمام الله علشان اللي وقفة جنبه دي يقدر يشتهيها لكن في المسيح دي أختك ما تشتهيهاش مش أختك يعني ما تتجوزهاش لا أختك يعني في الإيمان إحنا نعرف نقول كده فعند المسلمين نقول إخوتي في الإيمان لكن مش الست اللي جنبك ما تنفعش لا في فرق بين الصلة هنا والصلة هنا الصيام هنا والصيام هنا شكليات تقنيات مش قادرة يعني موضوع الشرف ده على فكرة ده يعني حاجة قد كده من الأسئلة المزهلة اللي بتسأل للشيوخ أنا بصلي إن الله يكشف لعيونكو لبكم الحقيقة زي ما حصل مع ملايين مننا هناك ملايين من المسلمين كانوا مسلمين زي والآن هم في معية الرب يسوع غيرهم الرب من الداخل أيوة بنعاني أيوة بنقع وبنقوم وكل حاجة لكن أنا مش متغطية بالدراعي أنا متغطية بدم المسيح بغفران المسيح بإيد المسيح ورفعة الروح القدس اللي بتمسكني كل يوم فأقدر أقول لا تشمتي بي عدواتي لإني إن سقطت أقوم أمسك في دي الإلهي وأقوم أقف لإني ما عنديش حاجة نعملها لكن هو أعطاني كل شيء مجاني السؤال الدين غير الناس دي إزاي إزاي الصيام وكل الممارسات اللي مارستوها الشهر ده بترويحه بقى بصيامه وببغنوجه بكل حاجة إيه التغيير اللي حصل في حياتك الشخصية وحياتك الشخصية وعلاماته في المجتمع كله إيه للأسف بيظل المجتمع الإسلامي عموما مرتبط بتقنيات الصيام وإفعل ولا تفعل وتزيد جدا بقى الفتاوى والأسئلة اللي بترسل لأركان الفتوى في الأزهر و يعني عملين لها ويب سايت بقى دلوقتي وفيسبوك علشان يردوا في حلقات تلفزيونية أو مش تلفزيونية أو يوتوبية على أسئلة الناس وتلاقي المزيع بقى وهو بيسأل هتشوفه دلوقتي بعض الحاجات دي تلاقيه يعني بيسأل يعني منفعل جدا لأهمية الأسئلة اللي حتقدم دلوقتي من الناس اللي لازم نزبطها ونرد عليها علشان نزبط صيام الناس وتصبط صيام نفسك أمام الله ويجي لنا بقى يعني الفخر بقى بتاع مركز الفتوى إن احنا عملنا كام ألف الفتوى السنة دي أكتر من السنة اللي فاتت ده من البله إن الناس تسألك الأسئلة اللي هنسمعها دي يعني حقيقي دي مصيبة خلينا نشوف ليه مصيبة يعني حتى المسيحين اللي بيسمعوني النهار دا يعرف يردوا على الأسئلة دي من غير ما من غير ما يسمعوا رد الشخص أنا هحط لكم الأسئلة ومش هحط رد الشخص خلينا نشوف الفيديو اللي جاي سأولات ملحة دائما في شهر الصوم لنضبط صحة صومنا ولنعبد الله كما أرى ما حكم صوم من ينام معظم النهار في رمضان ما حكم صيام من أكل أو شريب ناسيا في نهار رمضان هل المضمضة والاستنشاق تؤثر على صحة الصوم هل الذهاب لطبيب الأسنان للمعالجة يبطل الصيام ما حكم من ينام في نهار رمضان أنا لو سألت دلوقتي الإخوة اللي معايا اللي هما مش من خلفها إسلامية كلهم هايقول هيردوا علي ما حكم الذهاب لطبيب الأسنان مهم قوي الموضوع ده يعني هافتر ولا مش هافتر المضمضة والاستنشاق ده فين وانت بتتوضى ها لا الشطاف ده حاجة بس هقول لكم علي دلوقتي أنا الإخوة النهاردة معايا متفاعلين جدا ما حكم من أكل أو شارب ناسيا يعني أنا اخترت بس المطلع ده في الأسئلة ونعرف يعني إزاي إن دي بقت هي التساؤلات الملحة اللي بتسألوها كل سنة وبتردوا عليها كل سنة وبتغيروا الردود فيها كل سنة علشان تضبط سيامك كما يرضها الله هو هذا الإله قاعد يعد عليك إنت تنفست كم مرة استنشقت كم نقطة مية وإنت بتتوضى بطريقة الوضوء اللي هو وضعها عليك عشان تصلي الصلوات اللي لازم تصليها وإلى سيامك ما يبقاش صحيح وهو بيعلمك اللي استنشاق ما كانش عارف إنه ده فتحة في الوجه هتخليك برضو تستنشق واحتمال نقطة تقع هنا والمضمضة احتمال إنك ما كانش عارف هذا الإله طبعا ما كانش عارف اختراع عمله محمد خده من الناس اللي حواليه واحد عنده وسوسة فعمل الاختراع ده وخلى بقيت المسلمين بعد وكلهم عندهم نفس الوسوسة لكن هل ده يليق بالله لا طبعا واحد بينام في نهار رمضان تلات تربع المسلمين بيعملوا كده عشان يخلصوا من الصيام ويعودوا يتفرجوا على المسلسلات طول الليل وممكن يروح يصليلوا ركعتين تراويح ويرجع ما حكم الطبيب لزهب حكم الزهب لطبيب الأسنان دي لازم يقف عندها بقى لأن رد الشيخ كان قال له لم يجراش حاجة يعني هو إذا كان هياخد حقنة ولا حاجة مدام ما فيش حاجة هيبلحها يعني أي حد راح لدكتور سنان في السنتين اللي فاتوا على الأقل يعني يعني عشان يعني دلوقتي لأجيزة الحديثة إنه الدكتور وهو بيعمل حاجة في سنانك بيحط حاجة عشان تشفت الدم وكده وحاجة يشطف بيها ميا بتبلحها طول يعني هي بتشفت بس هي بتبلحها طول ما الدكتور شغال في سنانك فأنت هتبلع ميا متعامة بحاجات تانية لكن انت بتسأل راجل دين في حاجة طبية هو مش فاهم فيها فطبعا قال لا لا ممكن يجوز بس ما تبلعش فيش حاجة اسمها كده خالص يقولك المضمضة والاستنشاق سيب قعد من كل ده اللي أكل بقى وشرب ناسيا دي كلنا عارفين كلنا عارفين انه اللي بياكل او يشرب وهو بيطبخ ولا حاجة زي كده يعني بتدوق اكل مفيش مشكلة لكن اكل واشرب وانا ناسي وابلع وكل حاجة انا انا عملت كده بس كان استهبال مش نسيان وكلنا عارفين ان دي الحقيقة صح دي التساؤلات بقى الملاحة خليني وريكوا رد الشيخ على موضوع السواك هل يعني الواحد ينظف سنانه ولا ما ينظفش سنانه فرح جايب لك بقى ايه رد على الرسول كان بيستخدم السواك ازاي بس اسمع بقى الفكر ده ازاي ممكن يقبل في المجتمع الحديث اللي احنا فيه ده الا ازا كانت عقولنا ضلمت من الشر شوف الفيديو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يستكو وهو صائم كما قال سيدنا انس وعلت من كره السواك للصائم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خلوف أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فكيف يزيل الإنسان هذه الرائحة لذلك من هنا كره الشافعية رضي الله عنهم أن يستاكل إنسان بعد الزوال يعني بعد الظهر ليه لأن بعد الظهر هو مظنة تغير الفم المعدة فارغة الفم بيبتدي يتغير فقالوا هذه الرائحة محببة إلى الله عز وجل يعني تفضل من الصبح للظهر يعني زوال الشمس الشمس تروح بقى ايه تبقى تروح الغرب فتفضل ممكن تستاك قبل ده لكن بعد كده بقى تبتدي الريحة تطلع فهذا الإله ينبسط يعني الفكرة غير مقبولة إنسانيا بصراحة يعني إزاي إحنا صدقنا هذا الهراء إزاي إزاي إنت مسدق إنك بتعبد إله يبقى فرحان بريحة بقك المعفنة إزاي يعني إزاي إيه اللي يرضي الله في ده وتقول إحنا نضاف بقى وعزيبه بنستحمى وبنلبس ملابس داخلية بيضة وإنتوا لقى والكلام الفارغ ده كله وما فيش أنضف من المسلم لكن إله الإسلام بيقولك إنه الريحة المؤزية دي بتردي ده بيقولك هو مين على طول ده مش الله اللي اختلاف بقى من جنسها يعني زكاة المال الأصل أن تخرج مالا زكاة الحيوان تخرج من الحيوان في كل أربعين شاة شاه فقهاء الحنفية عنده مجهة نظر في الزكوات يمكن أن تخرج فيها القيمة هل يجوز خصم صدقات مالية سبق دفعها على مدار العام من زكاة مالي التي أخرجها في شهر رمضان الزكاة عبادة أيوة والعبادة لابد لها من نية والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله يبقى علشان نية تبقى صحيحة لازم يتحقق الاقتران الزمني بين النية والقصد وبين البدء في العباد يعني مثلا وانا بصلي دلوقتي هصلي الظهر الله أكبر ما نويش قبلها بأسبوع ونفس اللحظة لكوة الاقتران في يوم من الأيام هاملكم حلقة عن موضوع النية لأن دي كرسة كرسة وكأن إله الإسلام مثلا عنده ألزهايمر أو شيء لو أنت ما فكرتوش خبط كده على الباب ويقول له ما ليش أنا أحصلي الظهر دلوقتي خلي بالك ده الظهر مش العصر يعني في حاجة في نوع من التواهن كده خليني أقول بس كلمتين في موضوع زكاة المال الرجل بيسأله زكاة المال أنا ممكن أطلعها في شهر رمضان أدي للناس أكل بدل بدل فلوس بيقول له الحنفية بيقوله ممكن يعني النهاية الخلاصة بتاعتها إنه الحنفية بيقوله ممكن لكن إحنا المفروض إن إحنا برضو ناخد بالنا من الفؤرة ونديهم برضو فلوس علشان خاطر عندهم أمور تانية عايزين يعني يعتنوا بيها ماشي مفيش مشكلة في إنك تبقى عايز تعتني بالفقراء اللي حواليك لكن المشكلة في الحرفية إذا أنا شايف إنه اللي عندي أقدر أطلعه أو الإنسان اللي ربنا حطه في طريقي ده أديله فلوس بقى أديله أكل أديله أكله فلوس إنت إنت مالك ده بيني وبين ربنا دي فلوس ربنا أنا اللي بديهاله هو الدهالي وأنا بديها بيني وبينه لكن افتكروا إنه موضوع الزكاة ده هو اللي خرج أبو بكر يحارب العمل عليه حروب الردة اللي تقتل فيها ألاف الناس والله لو كانوا مش عارف إيه يده للرسول العقالة لحربتهم عليه فإذا كان المال هنا مش مرتبطة بالله قد ما هي مرتبطة بالعمل أنا بعمله زي ما عمله الثاني ده بالحرف ولازم يتعامل في الوقت ده بالتحديد طب أنا واحد قدت له فيه فلوس كتير طلعت لازم يعني ممكن ده يبقى يعتبر زكاة مال ولا لأ قال له لا ما ينفعش رحت عليك يعني ليه عشان النية لازم تنوي العمل في الإسلام بالنية إنما الأعمال وبالنيات هي دلوقتي بقاليها معنى تاني عندي دي هتنوي عشان الفلوس دي لازم تطلع بالشكل ده فربنا مش هيحسبها لك ولا هياخد بالك منها إلا لو عملتها بالشكل ده لازم تنوي طب زكاة الفطر يقول له زكاة الفطر من أول ما الأزهر يقول أول ما دار الإفتاء تقول إنه بكرة العيد تقدر تطلع لحد المغرب لو كان المغرب عدى وإنت ما مخرجتهاش يبقى قضى تبقى بتقدم بتعملها ورده بس تعملها قضى ويقعد بقى إيه يحسب لك يعني التفاهة في موضوع تحديد زكاة الفطر بالقيمة اللي قال عليها محمد عايز تزود تزود إيه زكاة الفطر ده هتطلع بقى حاجة من الحجوب شوية رز مش عارف إيه المقدار يبقى اتنين ونص بس خليك يعني أفضل إنك تعملهم ثلاثة عشان برضو نخلي بالنا من الحنفية ولحد النهاردة بنتكلم بلغة محمد قيمتها صاع أو أربعة أمداد ويعمل لك إيده كده ويبقى المدد مش عارفة إيه أربعة ما خلاص معرفنا إنه إدي للناس خمسة كيلو إيه المشكلة طلع اللي ربنا يحطه على قلبك الفلوس الزكاة اللي مثلا إحنا بنقول عليها عندنا العشور مفيش فرض على العشور ولكن في قلب بيتبني فيه إن اللي ربنا يحطه قدامي لازم أبارك وساعد وأدي من أفضل اللي عندي مش تلاتة كيلو واثنين ونص وكلام ده كل يفضل المسلم في دائرة مغلقة يحددها الشيخ يعني لازم كم مرة قلتلكم لازم كل مسلم وراه فيه الصلاة بالنية نويت ولا ما نويتش وهكذا كل مسلم محتاج واحد ماشي وراه هيعملتها صح ولا لا يقوله ماشي ماشي لا دي صلاحة عيدها تاني محزلة الإنسان اللي قلبه تغير من الداخل يبقى عارف هو هيعمل ايه من عند ربنا لكن انت ما عندكش المعطيات ده دي في الدين ده كي اسمع بقى أول أنا حطيته في الآخر بس هو ده أول الأسئلة اللي دايما تتسئل في أول كل رمضان شوف السؤال معايا السؤال الأول في هذه الحلقة ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان وما كفارته فالجماع في نهار رمضان أمر يفطر الصائب وهو حرام شرعا وفيه كفارة يعني يجب على من أفطر بالجماع في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره ويجب على زوجته أن تقضيه أيضا وعليه كفارة أن يصوم ستين يوما متتابع بخلاف قضاء اليوم الذي يقضاه بخلاف اليوم الذي يجب عليه قضاء فالقضاء يجب عليه أن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره في الجماع ويجب عليه كفارة الجماع وهي صيام شهرين متتابعين المفروض أن الذي يجامع زوجته في صيام رمضان يعوض اليوم اللي اتنين فطره فيعوض اليوم ويعمل كفارة دعقاب بقى أنك حتصوم شهرين متتابعين على طول وربعة الرجل مش قادر يصوم يوم فأنت حتصومه شهرين متتابعين وبعد الفقهات يقولك لو عملتها تاني لا برضو شهرين متتابعين كلام برضو غير منطقي بس الفكرة اللي عندي هنا أنه أولا أنا حطت لكم واحد من الفيديوهات اللي بترد على ده فيه فيديوهات كثيرة بترد على ده فيه منهم واحد يعني الحقيقة لو كنت حطيته كان هيبقى عيب يعني دخلنا في قلة الاحترام وقلة الأدب يعني في الألفاظ الخارجة لما الشيخ يقعد يسأل أسئلة خاصة يعني كان إيه الأول وإيه اللي حصل قبل إيه والكلام ده كله بيسأل راجل عن علاقته بمراته واحد يعني مش عارفة أقول إيه لأنه بقى دول هم اللي بيدولك الخطة اللي حتمشي بيها مع هذا الإله إيه اللي يجوز وإيه اللي لا يجوز مش من القلب مع إنك عندك في التشريع الإسلامي حاجات بقى يعني الأمر ده مفتوح يعني بقى فيه كلام عن يعني مش عايزة أدخل فيه كلام عن تصرفات جنسية اللي بتحصل من محمد كان يقبل ويباشر في نهار رمضان وتقولهم قصد هو كان أملككم لإربو ولا إربو ولا أي حاجة هي اللي يقبل ويباشر الشيخ بقى لما تكلم على يقبل ويباشر قال لك أصلي فيه يعني القبلة من يعني إنه التعاطف أو إنك تطيب خاطر حد لا ما فيش يقبل ويباشر في نهار رمضان ما كانتش بيطيب خاطر حد خالص وإلا ما كانتش هيئة تقول لإنه كان يعني أملككم لإربو ما كان برضو بيقبل ويباشر ويحائد ليه؟ لإنه فيه شهوة جوه القلب فالفرق بقى إنه العلاقة الزوجية عندنا في الكتاب المقدس ما فيهاش حاجة حرام ولا عيب ولا كلام من ده لكن فيه تكريس للوقت أمام الله بقى فيه تكريس للقلب أمام الله فاللي يعلمك من غير ما تروح للشيخ ولا تسأل أسيس حتى إنك إنت قعدتك مع الله فيها حب وانسجام وهدوء وسلام يخلي القعدة بينك وبين أهل بيتك كلهم في أمام الله ليها طعم تاني خالص ما تخوفكش من أنك يكون عندك شهوة جسدية لزوجتك لإنه مش حرام ولا عيب ولا تقطع حاجة ولا تكسر أي حاجة لكن الشيطان دايما يحط عقبات في طريق الإنسان علشان خاطر يعيشك في خطوات بتعملها يمشيك من خطوة لخطوة علشان ما تفكرش في اللي أعلى من كده الأهم من كده بصوا يعني إحنا ممكن ممكن الإنسان في مجتمعه يعيش حياة بيدرب فيها نفسه وأولاده أو اللي حواليه أو في شغله أو كده يدرب نفسه على تصرفات لائقة على أخلاق كويسة وكل ده لكن لو ما كانتش التصرفات دي منبعها القلب الأخلاق حدبان برضو في الآخر التغيير حيبان أو إذا كان فيه تغيير حقيقي في الإنسان ده أو إذا كانت طبيعته اللي إحنا شايفينها أخلاقية دي يعني حدبان ولا مش حدبان حدبان لو ده مش حقيقي جوه حيبان في المسيح بقى إحنا اتعلمنا إن الصيام يرفعك من الشكل التقوى إلى الحياة التقية الحقيقية العلاقة اللي بينك وبين الله لأن الصيام ده بينك وبين الله والصيام مش فرد في المسيحية على فكرة الصيام اختيار إنك تكرس هذا الوقت لله علشان تبقى معاه أكتر علشان تحارب حرب روحية من أجل شخص من أجل مجتمعك من أجل الكنيسة من أجل بلدك من أجل عيلتك لأن الصيام فيه جلوس في معاية الله إنت قاعد قدام الله بتتعلم منه وبتستلم منه فده بيغيرك إنت جواك وإنت قاعد في معاية الله الصيام في المسيحية مش معنى إنك صايم عشان تاخد حاجة ما فيهوش مقايدة بينك وبين الله أبدا بالعكس تعلمنا من الكتاب المقدس إنه إنه الصيام بيعلمني أقبل مشيئة الله واسمع استجابة الله حتى لو كانت مغيرة لفكري في صورة في الكتاب المقدس للملك داود لما كان ابنه مريد وبيموت ودخل وقفل على نفسه وطرح نفسه على الأرض وصام وبقى يصلي من أجل الولد الولد مات فقام الملك داود وقال كنت بصلي علشان الرب يعطي للولد حياة لكن دلوقتي الولد في إيد ربنا أقوم وأكل وألبس وأعيش حياتي بقى إبل اللي ربنا ادهوله الصيام في الكتاب المقدس ينقلك إلى مستوى الصفاء النفسي والفكري المستمد من الجلوس مع الله الصيام في الكتاب المقدس هو تقليد بالضبط للعمل والمسيح في خدمته خرج أربعين يوم صام أربعين يوم وأربعين ليلة علشان يحصل التغيير الروحي اللي يخلي عمل الروح القدس في التغيير دا يشكلك من جواك فتتشكل وتتغير بقوة المسيح علشان تعيش حياة التقوة اللي الله بيغير فيها طبيعتك كل يوم في اسم يسوع بصلي إنه تكون دي حاجة قلبك وقلبك يشتهيها فتعرفي معي طالله الحقيقي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر